سوء الانتقالات المصري بدأ يشتعل جداً جداً طبعاً في العالم بطبيعة الحال مع انتهاء الموسم هو مشتعل لكن احنا لسه في نص الموسم في نص الموسم والحكاية بتجبر تقول لي ليه بتجبر أقولك ليه بتجبر كده كده في بعض اللاعبين ممكن أقودهم تخلص بنهاية شهر 6 وفي لعبين تنتهي أقودهم بنهاية الموسم اللي هو آخر شهر 8 طيب اللي بيحصل إيه؟ إن كل نادي دلوقتي بيحاول يلحق احتياجاته ما انت لو ملحيتش دلوقتي وانت في نص الموسم الموسم اللي انت مفروض تبقى تقاعد مركز فيه مع لعبتك ومع فريقك إنك تاخد مركز كويس أو تكسب البطولة أو تبعد عن منطقة الهبوط انت مضطر كمان تدور على لعبين من دلوقتي تعقداتك الجديدة من دلوقتي ودي مشكلة مشكلة كبيرة ليه؟ هو غصب عنك هو غصب عن الكل يعني كله مضطر بس هي مشكلة كبيرة ليه؟ انت مثلا رحت اشتريت لعب وسط فلعب الوسط اللي معاك في الفرقة تركزه ما هيقل رحت دورت على مهاجم فالمهاجم اللي عندك هيحس إنه هو مستقبله مش كبير ده الأسوأ لو رحت كمان دورت على مهاجم أجنبي فأكيد فيه لعب من اللاعبين الأجانب اللي عندك هيبعارف إنه هو هيخرج الموسم الجديد فالفرقة بتاعتك اللي هي بتلعب الموسم الحالي تركزها هيقل هي أو هو وضع احنا كلنا محطوطين فيه والله غصبا عننا مش غصبا عننا احنا اللي أخطعنا إن الموسم اتأخر غصبا عننا إن الموسم اتأخر عشان تركوا من الموسم اللي فاتت بغض النظر عن اللي حصل هي هتبقى مشكلة عند كثير من الفرق بس كله بيدور وكله بينجز احتياجاته المهم يا جماعة ودي الحاجة اللي بقى لنا سنين بننادي بيها سنين قليلة يعني الأسعار زادت زيادة عن اللازم بشكل مبالغ فيه والسوق لما الأسعار تعلى فيه كده والكواليتي يقل تبقى حاجة مش منطقية يعني نفهم إنك تدفع في لعب رقم كبير وضخم عشان هو مستوى الفني كبير ورائع لكن لاعبين في ماركت احنا عارفين زي ما بيقولوا كده كله شبه بعضه إلا فرقات بسيطة يبقى الأسعار ما تبقاش عشرين وثلاثين واربعين مليون جنيه أقام غريبة وتقول تسأل نفسك هو ليه يعني أنا مش فيه لا مستوى اللاعب ولا حجم الجواز المالية أو حجم المكاسب المالية اللي هتكسبها في فريقك تخليك تعوض سعر لاعب واثنين وثلاثة بالرقم ده لازم يحصل اتفاق ضمني ضمني مش مكتوب يعني إنه يا جماعة تعالوا نقلل أسعار شوية تعالوا نقلل أسعار أسعار اللي عابين شوية شوية مش بقول كتير شوية يعني الأندية ما تخشش تزاد على بعض يبقى فيه سعر كده الأندية تقول إيه احنا مش هنتخطأ إلا بحاجات طفيفة هتقول لي هو ده بيحصل فيها حتى في العالم لا ما بيحصلش فيها حتى في العالم هو سوق مفتوح مانشستر سيتي هيقدر يدفع في لاعب 150 مليون استرليني وفيه نادي تاني يقول لي أنا مسلحي لا أدفع على الرقم ده باريس سان جرمان يدفع في لاعب 200 مليون يورو وفيه نادي تاني ما يدرش يدفع على الرقم ده هو سوق بيبقى مفتوح بس إحنا هنا يعني يعني باريس سان جرمان لما يدفع في نمار 200 وكسور لما يدي بابيه عشان يجدد 200 مليون وكسور لما منشستر سيتي يدفع في هلند رقم ضخم وهكذا ده اللاعبين كلاس إيه ده اللاعبين يستحقوا هتقول لي أهما مع الفارق آه طبعا مع الفارق بس الأرقام اللي عندنا دي أرقام بتتدافع اللاعبين بيلعبوا في دوريات أوروبية هتقول لي إزاي يعني هقولك اللاعب المصري اللي بيجي ياخد هنا في الموسم 30 مليون جنيه ولا حاجة 30 مليون جنيه دول ممكن يكونوا رقم بيدفع اللاعب بيلعب في الدولة الإنجليزية في الموسم هتقول لي ده فعلا أقول لك آه فعلا في الأندية الصغيرة يعني مش الأندية الكبيرة طبعا رقم ضخم رقم كبير إحنا بايدا ندفع أرقام شبع أرقام الدوريات الخليجية ليه إيه المكسب على فكرة كل الأندية في مصر بدون استثناء بما فيهم الأهل والزمال كل الأندية بتخسر من كرة القدم وأنا كنت قريب جايب لكم ميزانية النادي الأهلي اللي كان أهلي علانها يعني مش معلومة سرية وكان فيها عجز في ميزانية فريق كرة القدم يعني الفلوس اللي بتصرفها مع الفلوس اللي بتكسبها في عجز بقى في فرق في عجز طب ليه تطلع خسران ده الأهلي أنا بقول ليه الأهلي بدين مسأل بالأهلي عشان الأهلي هو أقصر الأندية في مصر إداريا وماليا يعني الأمور بالنسبة له ماشية بشكل محترم ومشكل سليم لكن تخيل الأهلي عنده عجز ما بلك أنت بقى الأندية عاملة إزاي وفرق ما بتطعش المستحق آه بالمناسبة أنا ليه أشتري لعبين بأرقام كبيرة وضخمة وقود كبيرة وضخمة وفي الآخر ما عرفش هتفعل لهم مستحقاته وتلاقي اللعب ده بيشتكي واللعب ده بيتمرد واللعب ده بيعمل أزمة واللعب ده بيقول أنا مش هلعب والفريق نفسه يتدمر هات اللعب اللي تقدر تدفع تمنه اللي تقدر تسدد مستحقاته عشان يفضل يديك طول الوقت ما تطلطش تخش مزاد تعلي فيه وأنا أعلي في الأقل إحنا لتنين نطلق قصرانين